أهلا وسهلا بكم في صندوق العجائب رجاء اشتركوا في القناة فعلوا الجرس حتى تصرقوا من الأشريط القادمة عنوان هذا الشريط هو التالي رسالة من مغربية من القلب إلى القلب رسالة من مغربية من القلب إلى القلب هذا هو فعلا عنوان الرسالة التي أرسلتها لي السيدة مغربية لن أذكر اسمها احتراما لخصوصيتها ماذا تقول هذه السيدة الفاضلة عزيزي السامي كيف حالك؟ أتمنى أن تجدك رسالتي هذه في صحة جيدة عندما أستمع إلى أراء الناس حولك أجدها متضاربة فريق يتحدث عنك بالخير وفريق يتقرق بسوء وأنا لست ذبابة لا ترى إلا القذارة بل أتصرف كنحلة لا ترى إلا الطيبات لذلك أنا أصدق كل ما قيل في حقك من كلام طيب وأغض النظر عن الباقي وأحسن بك أظن يقول الله سبحانه وتعالى ربي إنهن أضللنا كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم سورة إبراهيم الآية 36 سيدنا إبراهيم هو من قال هذه الجملة العميقة لا يدعو على من عصاه بل يسأل الله أن يغفر له هل رأيت إنسانا بهذه الأخلاق الرفيعة لا يدعو على الكافر بل يسأل الله أن يغفر له هذا هو إبراهيم بكل اختصار قمة في الأخلاق لا تتبع الأفقار السلبية في حق سيدنا إبراهيم وقن كنحلة لا ترى إلا الظهور لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيبا خذ الكلام الطيب واجعل عقلك يلتهمه وليخرج فمك الكلام الطيب فالكلمة الطيبة كشجرة طيبة فرؤها في السماء وأحسن الظن بإبراهيم ورب إبراهيم ولا تكن سلبيا بل كن إيجابيا واعد قراءة القرآن من جديد وتدبره لعلك ترى الله بنور بصيرتك صباحك مبروك وأتمنى لك الصحة والسلامة والسعادة الأبدية هذا ما قتمت له لهذا الصباح هذه السيدة المغربية الفاضلة أجبتها شكرا جزيلا على رسالتك الكريمة سوف أرد عليك في شريط دون ذكرى اسمك احتراما للخصوصية فما اعترحتي ظهم جدا نهاركي سعيد إذن أنا وعدتها بأني سوف أرد عليها وهذا هو رضي من القصص التي كنت أحبها في الطورة قصة إبراهيم يجادل ربه فيما يخص تدمير صدو وعموره وها أنا أذكرها لك إذ لا أعرف إن أنت كرأتيها يقول الفاصل 18 من سفر التكوين ما يلي فقال الرب إن الصراخ على سدوم وعموره قد اشتد وخطيئتهم قد ثقلت جدا أنزل وأرى هل فعل أم لا بحسب ما بلغني من الصراخ عليها فأعلم وانصرف الرجلان من هناك ومضيان نحو صدوم وبقي إبراهيم واقفا أمام الرب فتقدم إبراهيم وقال أحقا تهلك البار مع الشرير لعله يوجد خمسون بارا في المدينة أحقا تهلكها ولا تصفح عنها من أجل الخمسين بار الذين فيها حاش لك أن تصنع مثل هذا أن تميت البار مع الشرير فيكون البارق الشرير حاش لك أديان الأرض كلها لا يدين بالعدل فقال الرب إن وجدت في صدوم خمسين بارا في المدينة فإني أصفح عن المكان كله من أجلهم فأجاب إبراهيم وقال قد أقدمت على الكلام مع السيدي وأنا طراب ورماد لربما نقص الخمسون بارا خمسة أفتهلك المدينة كلها بسبب الخمسة فقال لا أهلكها إن وجدت هناك خمسة وأربعين ثم عاد أيضا وقلمه فقال لربما أوجد هناك أربعون فقال يعني الله لا أفعل من أجل الأربعين قال إبراهيم لا يغضب سيدي أن أتكلم لربما أوجد هناك ثلاثون فقال الله لا أفعل إن وجدت هناك ثلاثين قال إبراهيم قد أقدمت على الكلام مع السيدي لربما أوجد هناك عشرون قال لا أهلك من أجل العشرين فقال إبراهيم لا يغضب سيدي أن أتكلم أيضا هذه المرة الأخيرة لربما أوجد هناك عشر قال الله لا أهلك من أجل العشر ومضرب عندما انتهى من الكلام مع إبراهيم ورجع إبراهيم إلى مكانه هذه قصة جميلة جدا من إبراهيم يناقش الله يقول له يعني أنت عايز تهلك مدينة صدوم علشان فيها أشرار ولكن لنفرد أن هناك خمسين أتهلك أبرى خمسين بارا فهل تهلك الجميع البار مع الشرير قال له لا لن أهلكها قال له طيب إذا وجدت خمسة أربعين ماشي يعني قال له علشان خاطرك خمسة أربعين ماشي برضو قال له لنفرد أنهم كانوا أربعين قال له أربعين برضو ماشي قال له طيب إن وجدت مثلا تلتين قال له إن وجدت تلتين برضو يعني ظل ينزل في العدد لحد ما وصلوا عشرة ومغزى القصة أن الله لم يجد في مدينة صدوم عشرة أبرار فأهلك المدينة قل له قصة ضريفة من إبراهيم يتوسل إلى الله لكي لا يهلك الأبرار مع الأشرار هذه القصة كنت دائما أقرأها وعيني تدمع فأنا أراها أراها جميلة جدا ومعبرة وهذه القصة غير مذكورة في القرآن ويبطفك الباحثون أن تدمير صدوم وعمورة هي مجرد أسطورة ووجود إبراهيم نفسه أسطورة من نسج الخيال ولكن المجتمعات قد تعتمد في تصرفاتها على أساطير وأنت وأنت ذكرت كلام جميل من القرآن عن إبراهيم والتوراة كما ترين تذكر أيضا أمورا جميلة عنه ويمكن أن تستعمل كعبرة في حياتنا ولكن للأسطير تلك الأسطير لا تتضمن فقط أمورا جميلة بل أمور ضارة ما زلنا نعاني منها في مجتمعنا ولذلك يجب تعريتها ورفضها وبعض تلك الأسطير مذكورة في الطورة وفي القرآن وأظنك تتطفك معي بأن مجتمعنا يعاني من مشاكل وإن أردت أن تعالجي هذه المشاكل لابد من البحث عن مصادرها ولا يكفيك فقط البحث عن الجوانب المضيئة فالطبيب لا يكشف عن العضو السليم بل يركز على العضو المريض ويحاول معالجته ولا يحق لومه إن كشف لك عن مرض تعاني منه وأسباب ذلك المرض وسبب علاجه وأنا شخصيا أركز على ثلاثة مشاكل مرتبطة بإبراهيم المشكلة الأولى تخص التعدي على سلامة الجسد من خلال عملية الختان وهي في نظر جريمة إذا لا تتم بسبب طبي وهو أمر نادر جدا فهناك آلاف الأطفال الذين يتم التعدي عليهم يوميا عند اليهود والمسيحيين والمسلمين وإن رجعت لمصدر هذه الجريمة تجدين أسطورة مرتبطة بإبراهيم ذكرها سفر التكوين في الفصل السابع عشر وهي كما يليه ولما كان أبرام ابن تسعة وتسعين السنة طرأ له الرب وقال له أنا الله القدير فسر أمامي وقن كاملا سأجعل عهدي بيني وبينك وسأكثرك جدا جدا فسقط إبراهيم على وجهه وخاطبه الله قائلا ها أنا أجعل عهدي معك فتصير أبا عدد كبير من الأمم ولا يكون اسمك إبرام بعد اليوم بل يكون اسمك إبراهيم لأني جعلتك أبا عدد كبير من الأمم وسأنميك جدا جدا وأجعلك أمما وملوك منك يخرجون وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك مدى أجيالهم عهدا أبديا لأكون لك إلها ولنسلك من بعدك وأعطيك الأرض التي أنت نازل فيها لك ولنسلك من بعدك كل أرضك عال ملكا مؤبدا وأكون لهم إلها وقال الله لإبراهيم وأنت فاحفظ عهدي أنت ونسلك من بعدك مدى أجيالهم هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك يختن كل ذكر منكم فتختنون في لحم قلفتكم ويكون ذلك علامة عهد بيني وبينكم وابن ثمانية أيام يختم كل ذكر منكم من جيل إلى جيل سواء كان مولودا في البيت أم مشترى بالفضة من كل غريب ليس من نسلك يختن المولود في بيتك والمشترى بفضتك فيكون عهدي في أجسادكم عهدا أبديا وأي أقلف من الذقوء يعني غير مختون وأي أقلف من الذقوء لم يختن في لحم قلفته تفصل تلك النفس عندويها لأنه قد نقضى أهدي بناء على هذه الأسطورة يتم يوميا ختان آلاف الأطفال يهود ومسيحيين ومسلمين هذه أول مشكلة المشكلة الثانية فكرة أرض المعاد التي جاء ذكرها في الآيات السابقة الذكرى وفكرة شعب الله المختار وقد جاءت هذه الفكرة في فصول أخرى من الطورة ونحن فلسطينيين ما زلنا نعاني من هذه المشكلة إذ يدعي اليهود أن أرض فلسطين أو أرض قنعان وهبها الله لإبراهيم ونسله من اليهود فقام اليهود بتدمير 81% من قرى فلسطين وتشريد أهلها ومنع عودتهم باسم هذه الأسطورة الإجرامية انظري هذا الشريط القصير حول تدمير قرية أمواس وتحويلها لمنتزه كندا بمساهمة يهود كنديين وقائمة القرى التي دمرتها إسرائيل وسوف أعطيكم رابط هذا الشريط تحت هذا التسجيل ونقرأ في سفر التثنية الفصل العشرين وأما مدن تلك الشعوب التي يعطيك الرب إلهك إياها ميراثا فلا تستبقي منها نسمة بل حرمهم تحريما الحثيين والأموريين والقنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين كما أمرك الرب إلهك أي إن الله بقول له أنا أعطيك هذه الأرض وقل ما موجود فيها لا تستبقي منها نسمة إفنيهم إله مجرم إله مجرم وما زال البعض يستشهد بالآية القرآنية 21 من سورة المائدة التي تقول يا قوم أدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم وهي مستوحى من الطورة التي سبب مشاكلنا في الشرق الأوسط وهناك كثير من المتصهينين الذين يقولون بأن الله أعطى تلك الأرض لليهود ولا حق للفلسطينيين فيها وهم لا يستغربون أن تقوم إسرائيل بتدمير 81% من قرى فلسطين وتشريد أهلها ومنعهم من الرجوع لأن تلك الأرض أعطاها الله لإبراهيم ونسله أي اليهود وحدهم إذن هذه مشكلة ثانية مرتبطة بالنبي إبراهيم والمشكلة الثالثة يقول القرآن في سورة الممتحنة الآية الرابعة قد كانت لكم أسوى حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دول الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبي سأستغفرنا لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توقن وإليك أنا ابن وإليك المصير هذه الآية كمة في الإجرام لأنها تزرع القراهية بين الناس بسبب اختلاف الدين وما زلنا نعاني منها وترتبط بهذه الآية الآية 84 من سورة التوبة التي تقول ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاصقون وآيات أخرى هي سبب عدم الترحم على موت غير المسلمين الخلاصة لن أطيل عليك فما ذكرته وهو قليل من كثير يكفي التدليل على أنه لا يجب النظر فقط للآيات الجميلة بل أيضا للآيات الردية التي يعتمد عليها البعض في تصرفاتهم الشائنة وإبراهيم الذي تتكلمي عنه هو ليس أسوى حسنة بل أسوى سيئة جدا لا بل إجرامية في المجالات التي ذكرتها ينتهي هنا رضي على الأخت المغربية التي أرسلت لي رسالة هذا الصباح عنوانتها رسالة من مغربية من القلب إلى القلب وهذا ردي عليها من القلب إلى القلب لا تنسوا الاشتراك في قناتي فعلوا الجرس حتى تصلكم الأشريط القادمة سوف أرسل هذا الشريط للأخت المغربية حتى تستمع له وأبلغها من هنا سلامي وشكري على رسالتها القريمة تمنى لكم جميعا نهارا سعيد ما سلام